بسم الله الرحمن الرحيم ونقدم لكم دلس اللغة الإنجليزية للصفة الرابعة الابتدائي موضوعنا اليوم رح يكون أشهر السنة الميلادية جيني واري يعني معناها كانون الثاني وفابري واري يعني معناها شهر شباط ومارتش يعني معناها شهر آذار وأبرل يعني معناها شهر نيسان ومي يعني معناها شهر أيار وجون يعني معناها شهر حزيران وجولا يعني معناها شهر تموز وأوغست يعني معناها شهر آم وسبتبر يعني معناها شهر إيلول وكتوبر يعني معناها شهر تشرين الأول ونوفبر يعني معناها شهر تشرين الثاني وديسمبر يعني معناها شهر كانون الأول هسه رح ننتقل نحل هاي الأسئلة الكلاثة يعني معناها في أي شهر نحن يعني معناها نحن نحن في شهر نيسان يعني معناها متى يوم مودتك يعني معناها الشهر الذي ولدت فيه هو جينيواري وين is the biggest people's day يعني معناها متى عيد الطالب المقبل it is in it is in march وهيكي خلصنا درس لغة أباماً المقبل